موسيقى 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 يوصل معرض أهل المدارس استقبال المواطنين بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصرة لشراء مستلزمات المدارس والشنط المدرسية لليوم الرابع على التوالي هذا وتشارك كبرى الشركات المنتجة بتوفير المستلزمات بأسعار أقل وكذلك مشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير مستلزمات السلع الأساسية الغذائية مثل الألبان والجبن والمربى والحلاوة وغيرها من السلع اللازمة للأطفال في المراحل المختلفة أعلنت وزارة الصحة والسكان وصول قوائم الانتظار لأول مرة بطوارئ الوزارة إلى صفر ما يعني عدم وجود حالات طارئة منتظرة للرعاية والعلاج والنقل للمستشفيات من مكان إلى آخر أكدت الوزارة أن العمل متواصل على مدار الساعة من فريق عمل الرعاية الحارقة بالتعاون مع جميع قطاعات الوزارة وراء القضاء على قوائم الانتظار أعلنت وزارة الخارجية أنها تواصل اتصالتها على مدار الساعة عبر السفرة المصرية في قبرص للإفراج عن خمسة بحارة مصريين احتجزتهم القوات البحرية التركية قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا وقال المتحدث باسم الوزارة سفير أحمد أبو زيد أن سفيرة مصر في قبرص ميخليل قامت بالفور بعدة اتصالات مع المسؤولين القبرصة وبعثت الأمم المتحدة لحفظ السلام من أجل الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين كما تم تقديم مذكرة احتجاجا رسمية للبعثة للمطالبة بإطلاق سراحهم فورا طلبت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن بحماية المدنيين ضمان توصيل المساعدات الإنسانية قال منصق الطوارئ مارك لوكووك بجلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن إن الأمم المتحدة تسعى لإيصال المساعدات إلى ثمانية ملايين يمني موضحا أن قطع طريق الحديدة الصنعاء يعرقل توزيع المساعدات كما أشار إلى أن التدهور الاقتصادي في اليمن يعد أكبر تهديد لجهود الإغاثة تبنت المقاومة الوطنية الأحوازية حادث استهداف عرض عسكري من قبل مسلحين في إقليم الأهواز غرب إيران وأسفر الهجوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة العشرات وذكر التلفزيون الإيراني أن إطلاق النار جاء من وراء المنصة أثناء العرض العسكري حيث تم اعتقال الثاني من منفذي الهجوم ومقتل ثالث تخلت بكين عن إجراء مشاورات جديدة مع واشنطن حول المسائل التجارية العالقة بعد إعلان الأخيرة فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية وبحسب موقع صحيفة بول سريت جورنال الأمريكية فقد ألغت بكين زيارة رئيس حكومتها لي كي تشيانج إلى واشنطن التي كانت مقررة الأسبوع المقبل مضيفا أنه كان من المتوقع أيضا أن يصل قبل ذلك إلى الولايات المتحدة وفد صيني سيقوم بأعداد المشاورات حول المسائل التجارية يذكر أنه يبدأ في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري سيران مفعول الرسوم الأمريكية بنسبة عشرة بالمئة على وردة صينية بمئتي مليار دولار ختام الموجز مشاهدين الكرام إلى اللقاء